интересно تقace الاتحاد المصري جهازت افضل اتحاد الفيديو تنظيم الاتحاد وشمل أيضاً تنظيم الاتحاد المصري بأشخاص مختلفين بطولة الأمر الأفريكية للشباب فالسؤال هنا بالنسبالي ليه المهندس هانيا بوريدا هو اللي طلع خد الجايزة يعني أنا نفسي نرعي شعور المصريين شوية يا جماعة الاتحاد اللي فات ده هم آه ممكن يكون عامل مجود في التنظيم لكن مجود في الآخر يحسب لمين؟ يحسب لمصر أنت مصر مصر مش الاتحاد السابق ركز معايا مصر هي اللي نظمت بطولة الأمر الأفريكية في فترة وجيزة جداً وصعبة جداً أربع خمس شهور نظمت بطولة بأربعة عشر منتخب أول مرة في تاريخ القر والشكل التنظيمي ما فيش أحسن من كده بإشادة الجميع في جميع عن حق العالم لكن موضوع مش مكتسر على الاتحاد أنا كنت أفضل أن الجايزة دي تقدم لوزيري شباب الرياضة دكتور أشرف صبحي كممثل عن الدولة ويقرم والدولة تقرم من خلاله بتنظيم بطولة الأمر الأفريكية وتنظيم الأحداث الأفريكية المختلفة لأنه مش المهندس مهنية بوريدة والاتحاد بتاعه هم اللي نظمت بطولة الأمر الأفريكية للشباب دي جزئية مهمة قوي لازم نفس المبين دي ودي طيب المهندس أنا بوريدة والاتحاده شكراً برافع عليكم عملتوا البطولة كويس بس أنتوا لوحدكم مش أترافتوا أعملوا حاجة لولا موافقة الدولة وفيه بند مهم جداً وموافقة مهمة جداً لازم تبقى في ملف التقديم لتنظيم أي بطولة هو الملف الأمني وموافقة الأمنية وموافقة الدولة وكلام منت لولا موافقة الدولة والناس في الدولة هم اللي عايزين كده ما كانش الاتحاد هيقدر يعمل حاجة تمام فالجائزة دي مفروض تبقى للدولة تبقى للدكتور أشرف صبحي ممثل على الدولة هو اللي ياخدها ده وجه اعتراضي عليها وجه اعتراضي أيضاً عليها أن الاتحاد الحالي الأستاذ عمر الجنيني برئيسة الرجل الخماسية تمام هم اللي نظاموا بطولة الأم الأفريقية للشباب وانتوا حطينا في الماتيريال اللي اتعرض بخصوص تنظيم مصر للأحداث الأفريقية في 2019 تنظيم مصر فبالتالي كان من الأولى أن يطلع رئيس الاتحاد الحالي اللي موجود دلوقتي هو اللي ياخد الجائزة مش رئيس الاتحاد السابق أنا حاسس أن بسبب العلاقات مثلاً قوية ما بين المهندسة نبريقية واقمة بالنسبة كبيرة ممتازة والراجل قوي في التحادات المختلفة التحاد الدولي التحاد الأفريقية لكن في نفس الوقت الصح من وجهة نظرنا من وجهة نظر عدد كبير جداً من جمهور الكرة المصرية أن كان الرئيس الاتحاد الحالي هو اللي يطلع ياخد الجائزة أو كان المفروض والله هو الأحسن بكتير جداً عشان منع للغط ده أن الوزير هو اللي ياخد الجائزة يستلمها وما فاشاً أي مشكلة نيابة عن الحكومة المصرية عن الدولة المصرية اللي قدرت أن هي تنجح لأن مصر خدت البطولة بعد فشل الكاميرا في تنظيمها فده أمر أيضاً غاية في الأهمية دي الجزئية اللي أنا كنت أحبب أيضاً أتكلم فيها مع حضرتكم وأنا عارف أن عدد كبير جداً من جمهور الكرة المصرية يعني الموضوع ده بالنسبة له مدايقه شوية في كل الأحوال في كل الأحوال آية جائزة بتحسب لمصر في الآخر سواء أخدها بقى هانية بوريدة أخدها عمر الجنيني أخدها الكلام من ده موافوض أن هي بتحسب لمصر في الآخر لكن إحنا عارفين فشل الاتحاد وده أمر مهم جداً فشل الاتحاد السابق في نجاح المنتخب وكان الفشل ده ركز بقى معاه في الجزئية دي الفشل ده بخلاف أنه هو جالب التنظيم أوكي ممكن نعتبر الاتحاد نجح فيه نعتبره الاتحاد السابق لكن جانب الفني جانب المنتخب كان فيه فشل زريع احنا خرجنا من دور الستاشر بسبب إيه بسبب إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم السابق برئيسة المهندس ثانية أبو ريدة في إدارة شؤون الكرة المصرية إدارة الدوري تأجيلات العديدة للدوري إرضاء بعض الأشخاص فبالتالي بعد إرضاء بعض الأشخاص كان فيه تأجيلات كتيرة جداً في الدوري أثر على إيه؟ أثر على مستوى المنتخب في بطولة الأمم أفريقية فأنا شايف أن الاتحاد اللي فات ده يعني لو نجح فنجح بنسبة مقاوية قليلة جداً مش بنسبة مقاوية كاملة في كل الأحوال احنا نتمنى أن دايماً مصر تكون كويسة نتمنى أن مصر تقدر تنظم أحداث بنفس المستوى وبأحسن كمان اللي احنا شفناً بارح على مدار الفترات السابقة نتمنى للكورة المصرية ومتاخبات الوطنية كلها كل النجاح والتوفيق خلال المرحلة القادمة ده أمر كان غاية في الأهمية كان لازم نتكلم فيه مع حضراتكم مع بداية حلقة اليوم